اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب ان رعاية ودعم حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للصحافة البحريني والإعلاميين شكلت ركزة أساسية فيما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم عبر ممارسة حرية الرأي والتعبير الوطنية والمسؤولة مشيرة معاليها إلى حرص مملكة البحرين على توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني ومواد الدستور وعربت معاليها عن بهلق الابتنان والتقدير لجهود الحكومة الموقرة لتوفير المعلومات للصحافة والإعلام وكتاب الرأي ودعم ممارسة الدور المسؤول للقيام بواجبهم الوطني وإساماتها الرفيعة ضمن فريق البحرين مشيدة في ذات السياق بالدور الوطني البارز لوزارة الشؤون الإعلام ومركز الاتصال الوطني وبالتعاون مع جمعية الصحفيين ودور الصحافة والنشر في الدفاع عن المكتسبات والمقدرات الوطنية كما هنأت معاليها الأسرة الصحفية والإعلامية البحرينية بمناسبة يوم الصحافة البحرينية تقديرا للدور التنويري الفاعل الذي تطلع به في مملكة البحرين والمنطقة وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب الدعم النيابي للصحافة الوطنية وجمعية الصحفيين البحرينية والمضي قدما في مناقشة تعديلات قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وفقا لتوجيهات الملكية السامية وتلبية لتطلعات الأسرة الإعلامية اشتركوا في القناة